وخلال مشاركته في الجلسة الثالثة والخطامية لقمة مجموعة العشرين أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية وأشار الرئيس سيسي إلى ضرورة أن يقضي الالتزام بأجندة التنمية المستدامة تطوير النظام التمويل الدولي عبر تعظيم قدرتها على الإقراض لسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان أن لا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي